فيروس كورونا لم يرحم حتى من هم في عرض البحر نحو 600 جندي أمريكي على متن حاملة الطائرات ثيودور روزفيلد مصابون بالفيروس صراخات الاستغاثة التي كان قد أطلقها قائد الحاملة حول اجتياح الفيروس لطاقمه لم تلقى آذانا صاغية عند المسؤولين الأمريكيين ليأتي الرد بإقالته من منصبه كروزر قال في رسالته إلى البنتاجون لسنا في حالة حرب لا ضرورة لأن يموت البحارة مطالبا بحجر صحي كامل على الطاقم قد يبدو إجلاء غالبية الطاقم من حامل الطائرات نووية أمريكية منتشرة في المحيط وعزلهم لمدة أسبوعين إجراء استثنائيا إنها مخاطرة تفرضها الضرورة البحرية الأمريكية أكدت في بيان أن 12% من الجنود الموجودين على الحاملة وعددهم 4800 مقاتل أصيبوا وأن معدل الإصابات ارتفع بشكل مفاجئ حيث أصيب 170 منهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة الجنرال جون هيتن من هيئة الأركان المشتركة قال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البنتاجون إن أحد البحارة نقل إلى وحدة العناية المركزة في جزيرة جوام وبحسب البحرية الأمريكية فإن 3900 جندي تم إنزالهم وإن 92% من الطاقم خضعوا لفحص الكشف عن الفيروس في الثاني عشر من أبريل ومنذ بداية الأزمة أعلنت البحرية الأمريكية أن الطاقم الثلاث حاملات طائرات من أصل 11 تعمل تحت إمرتها مصابون بالفيروس ترجمة نانسي قنقر